لديبا نقش معنا مع ذايفي اليوم من صحفي والمحلل ورئيس موقع التونسيون منظر بذيفي سباح خير منظر سباح خير مريم سباح خير لتونسي كل أنهاركم زين شكرا لك البارح زوز أحداث مهمة أولا تأجيل فترة يعني قبول التراشحات بثلاث أيام أو بلغة أخرى التمديد في فترة قبول التراشحات اللي عمل الضرجة كبيرة يسر يعني ليزي زيدة ثلاث أيام للناس اللي بيش تقدم الملفات متحال التراشحات زيدهم ثلاث أيام الموضوع الثاني هو أنه الدستوري الحر يطلب من صندوق النقد الدولي نشر تفاصيل الاتفاق اللي سار مع الدولة التونسية وفي المقابل رئيسة الحكومة تطمئن الجميع على الوضعية خلينا نبدأ بالانتخابات منظر كنت تنتظر في هذا القراء والله الانتخابات من ديسمبر القادم أطوارها عجيبة وغريبة معنتها وربي يوصل بالسلم الاستحقاق الانتخابي هذا الحقيقة أنا نحب أن نقول ملاحظة مهمة جدا أنه استحقاق انتخابي الحقيقة جرات العادة في السنوات الأخيرة وحتى قبل انتفاضة 14 جامع في 2010 جرات العادة أنه الاستحقاقات الانتخابية تكون محل اهتمام كبير من طرف الناس اهتمام الناس وأيضا اهتمام من طرف الاعلام لكن أنا نلاحظ فيه وأن الانتخابات اللي على الأبواب من ديسمبر المقبل الحقيقة ليست محل اهتمام كبير حتى في الاعلام إلا لمجرد نشر بلاغات الهيئة من طرف الانتخابات لأنها ما فيهش تنافس أول حاجة وثاني حاجة البرلمان القادم هو برلمان بمقالب وبالي سلاحيات كبيرة وبالتالي لا يغري الناس للترشح سواء كانت أفراد أو أحزاب وورينا الناس اللي ترشحت وعبرت عن ترشحها ولي كان إلى حد الآن العدد متاحها مزيد لعي في البارح اللي زي تقريبا قالت 801 في الداخل في الخارج تم ماناتها مناطق فيهم مش مترشحين وهذا يعطيك فكرة بالفعل على كيفية تعاطي التوانسة والسياسيين والنخب مع هذا الاستحقاق وبالتالي أنا الحقيقة ما نحبش نقول أنه الانتخابات القادمة بيش تكون أنه لكن نحب نسأل سؤال جدي ومهم جدا للناس السعية هل أنجاز هذا الاستحقاق هل الانتخابات القادمة بيش تكون فرصة لإخراج البلاد من أزماتها وخاصة الأزمة السياسية وإنها فصول الأزمة السياسية والمرور إلى أوضاع مستقرة ودستورية وغير ذلك أم أنها بيش تكون مأزق وتمدد في الأزمة السياسية مش تمدد فيها فقط إنما تؤبدها لحقيقة المؤشرات الموجودة قدامي اليوم تقول أنه الانتخابات المقبلة مش بيش تكون فرصة لإخراج البلاد من أزماتها وخاصة من الأزمة السياسية وأعطها معناتها إيلان جديد ومرحلة جديدة نحن هنا بش نقول الإصلاحات اللي أعملها سيادة الرئيسة اللي تعملت في السنة الأخيرة في الإطار الأجندة أو الحاجة يرينا الاستشارة الوطنية ولم نرى فيها مشاركة كبيرة وواسعة رينا الدستور والاستفتاح الدستور ونفس الشيء لم نرناش أي هذا وش يعطينا يعطينا ثم عزوف كبير من طرف التونسيين على السياسة وعلى متابعة الشأن العام مش هم خاطرهم التونسة كرهوا السياسيين لا لأنهم كرهوا السياسيين وهذا مهم جدا كرهوا السياسيين كأفراد كنخب كقيادات حزبية وكمسؤولين ثم خيبت أمل كبيرة لدى عموم التونسيين اليوم من الأداء الطبقة السياسية اللي تصدرت المشهد من 14 جامع في 2011 إلى يوم من ناسي هذا وبالتالي كيفاش فنجعوا انصالحوا توانسا مع الاهتمام بالشأن العام ومع الاهتمام بالحياة السياسية السياسية هي تدبير الشأن العام مش يتهمة أن الناس تهتم بالسياسة بالعكس الأصف الأشياء أن المجتمعات المتقدمة وكل شيء تهتم بالسياسة والاهتمام بالسياسة يكونوا سمحني مناسباتي في انتخابات معناتها وخاصة تكون استحقاق انتخابي مش نعمل معناتها في هذه المجالة داية بعد اللي عملنا دستور واستفتينا عليه هل دستورنا اليوم تم تنزيله في الواقع هل ناخد موحنا بالدستور اليوم أم مازلنا ناخدمه بالفصل 117 متاع الإجراءة الاستثنائية يبدو أنه دستور مازال مش حيث التنفيذي لحد الآن وما تنزلش والناس اللي عملوه هم في الواقع ما نزلوشه مش مش تنزلوا المعارضة وتنزلونه وخبأوا نزلوا صحفيين هذه مثلة أولى خوفي الكبير أن يكون مصير البرلمان القادم أنه مجرد برلمان ويكون استجابة لمطلب خارجي أكثر منه استجابة لحياة سياسية داخلية بقصد الإصلاح وبقصد تجاوز الأزمة الحقيقة هذه التخوفات كبيرة تخوفات في محلها وتساؤلات هي ووقت اللي نرى وكي ما كنت تقول منظر عدد المترشحين اللي مزالوهم مش مترشحين هم نازموش نحسبوهم مترشحين بما أنه مش يتم البط في الملفات متاحهم عادي أنه نطرح أكثر من سؤال وتساؤل حوله هذه المحطة الانتخابية على أهميتها برلمان هو القلب النابض للدول يعني أكثر من أي سلط في الأصل لأنه برلمان هو مثل شعب لكن الحقيقة البرلمان بدستور جديد بش يكون برلمان معندوش برسة صلاحيات ومعندوش مش نبش راو برلمان القديم اللي برلمان كان مؤثر وصانع في قرارس لأنه النظام السياسي كان وقتها أقرب لأنه نظام برلمان مش نبش نقول هذا خير ولا مش خير لا لا إحنا نعمل مقارنة برلمان بمنطق المشرع مش في كما كان قبل أربعة جانبي اللي هو كان سوري يعني ويطبق ما يقرر في قرتاج إن شاء ما أنا رشعو شكاكا لأن الخوف الحقيقي أن يكون برلمان القادم اللي بش يفرزوا انتخابات ديسمبر 2017 هو عودة إلى ما قبل 2010 إذن هذه أسلة وتخوفات وملاحظات لابد على صانع القرار وعلى المهتمين بالشأن العام يخضر إحنا اليوم لما نجي مريمان نتحدث بحديك أتحدث بمنطلقة المتابعة لشأننا مش نداخل في الصراع السياسي إنما دورنا هو توضيح هو الشرح هو التحليل هو تفتيك المشهد السياسي الحالي أختم بحكاية الانتخابات بأداء الهيئة المستقلة للانتخابات لحقيقة الهيئة أداؤها ضعيف اتصالية وإجرائية وأيضا حتى مجرد الحصصة الإضافية تشوي على الاستحقاق الانتخابية المشوش أصلا وبالتالي لحقيقة الارتباك كبير وكبير جدا ومن شأن يطرح العديد من التساؤلات حول الهيئة حول آداءها حول استقلاليتها حول مقارنتها بالأداء القديم لحقيقة المشهد فيه برشة ارتباك وفيه برشة اماتوريزم وهذا يأثر برشة على نفسية الكنيسي والناخب اللي اليوم كما كنت تقول منظر الخوف كل الخوف أنه تصير هذه الانتخابات وما تشاهدش يعني مشاركة كبيرة خاصة وأنه الأحزاب اللي هي مقاطعة الانتخابات والتي تدعو إلى المقاطعة يعني قائمتها تطول نرجع للحداث الثاني وهو الدستوري الحري اللي يطلب من صندوق النقد الدولي نشر تفاصيل الاتفاق اللي سار مع الدولة التونسية نفس الطلب اللي عرب عليه البرحة الاتحاد العام التونسي للشغل وكان الأمين العام قال أحنا معنا حتى علم بتفاصيل هذا الاتفاق ماذا تنتظر الحكومة لتقديم برنامجها؟ هو في الواقع مثلا حد شيء سر هو بش يتم نشره إذا مش بش تنشره حكومة بودن بش نشره لفميه وبدأت مدير ثلاثة ملا قالت لمحت لذلك مش لمحت أشارت بوضوح والتصريحات الموجودة والشيخ جوجل نجم التونسي اللي يسمعوا فينا كل يحله ويكتبوا اسمها كل مرأة ذيك توطعتها ممكن يسر إنارة وتوضيح معناتها الشافي وضافي عفون حول معناتها الاتفاق الاتفاق الذاية معلومة الحقيقة نحن نحب التفاصيل فقط لكن عنوينه الرئيسي هي معلومة أنت بركة مريم ريتك عندك نهارين عملت استاتيون وقلت عملت فيها النشر ماذا قالت كانت في فيسكاينيوز عربية وقتها فيسكاينيوز عربية إذن الاتفاق واضح عنوين وواضح اللي طالبوا منا صندوق النقد الدولي واضح ومديرة صندوق النقد الدولي شكرت الوفد الحكومي وقال كان متجاوبا جدا وتجاوبا طبعا فيه استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي لأنه في المفاوضات موزين القوى المفاوضات ثم واحدة قوية وثم واحدة ضعيف احنا في موقف للأسف ضعيف والأفهمية هو في موقع قوي هو اللي بيش يعطينا الفلوس هو اللي بيش يعطينا السهر دونك يميالينا شروطه والاتفاقي لحد الآن لحقيقة المؤلن عنه والاتفاق التقني الذي تم الانضاحه في انتظار ليس اتفاق نهائي في انتظار أنه في ديسمبر المقبل معنى تهيجتمع المجلس متع صندوق النقد الدولي ويعطي موافقة نهائية معناتها نأمل أن يعطي موافقة نهائية لأنه الحقيقة بالرغم لأنه مراش الحل في أنه القرض مش بشكون حل لكن أنه ما نخذوشه زادة بشي عمق جراحنا معناتها نأمل جدا وبالمناسبة أنا نحب نشكر الوافد التفاوضي ما يسيالش لنوسعوا بالها مقدموا وعطاهم من جهدهم وشي حتى لا نستنقص أداء الناس لأنه بالفعل أوضاع البلاد الصعيبة ونحن في حاجة إلى هذا القرض والفريق المفاوض وزيرة المالية والسيد محافظ البنك المركزي سيماروان العباسي بالمناسبة نعطيه التحية جدا على الجهود الكبيرة أو التوظيف وعلاقاته الدولية لصالح بلاده لصالح تونس هذا مهم جدا والوافد قام بواجبه أوضاع بلادنا الحقيقة ما تخلي ناش نتفاوض من موقع قوي وبالتالي أنه ناخذ القرض هذا مهم جدا هذا بيش يعمل التنفيسة سمحني في الكلمة بيش يحطينا السوباب نتنفسه منها لكن أأمل أنه التنفيسة هذه نستغلها في عودة الحياة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي في عودة الانتياج في عودة خلق الثروة أراو سمحني مريم كلمة واحدة في النقطة هذه كانت تسمح منظر أنت قلت اليوم أحنا في حاجة إلى هذا القرض 1.9 مليار دينار يعني رغم كل ما يتقال أحنا في حاجة لي ولكن بديت بديت الأصوات ترتفع بدينا نسمعوا الناس قول لي لا للتفيد في المؤسسات العمومية أردوا بالكم لا من المساس منظوم تدعى البارح كنت نحكي عليه منذ قليل لغنتها النقابة متاع لغنتها هبتت بلق قد تكلام مساس يعني بالمؤسسة يعني اليوم يلزم فما أجماع والبارح حتى وزير شؤون الاجتماعي سيد مالك قال بش ناخذوا القرارات بأجماع ولكن لابد أنه ناخذوا بعض القرارات هو باهي التشاور والبارح للجلسة اللي بش نحكو عليها بعد شوية سيد رئيس الحكومة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعي مهم جدا عودة الحوار الاجتماعي هذا نطلبوا به العودة للحوار الاجتماعي الإدارة التشاركية والجماعية المهم ما نجموش يا ماريا منخرجوا مالكورينتي والأزمة اللي نعيشوا فيها تو إلا مع بعضنا ما نجموش حتى واحد بتجيب حتى آنشتاين واحد ما نجموش ما نجموش عمل فردي العمل هو جماعي بش نخرجوا اليوم من الأوضاع الصعبة والصعبة جدا اللي قالت لها البلادنا خاصة على المنصة والاقتصادي تحديدا معندها يزمنى جهد جماعي أنا سميتها يزمنى فزعة يزمنى حلم جماعي نعملوا عليه يزمنى مشروع وطني نخرجوا به توينسة ونخرجوا خطاب معنى تحافز للتوينسة كل يزمنى اليوم في حاجة إلى وفاق وطني واسع هذا ما برشاني يسكر هو كلمة وفاق وتوافق ما تقول لها كان لا بديلة عن الحوار لا بديلة عن التشاركية لا بديلة عن الوحدة الوطنية في إطار اتفاق آآ سيدي مكرحت وتوافق في إطار اتفاق في إطار سموه واش تحبو المفيد الناس تجلس مع بعضها ويكون الهدف هو مصلحة انقاذ تونس خراج البلاد من الأزمة امتيح أنا الحب نقول لك على حكاية لفامي وقلنا لفامي هذا قرد لا بد منه معنى معنى باش يساعدنا وباش نخرج لكن مش وحده لكن مسلة أخرى أنا الحقيقة لا أؤمن في حياتي بالخطوط الحمراء في إدارة الحياة في إدارة شأن السياسي ممكن الخطوط الحمراء في الجوانب والله لا يحبش لكن الخطوط الحمراء الحقيقة أنا نتفهم أن قبل اليوم برشة المؤسسة فالسة وباركة في القطاع العمومي ما هو الدولة الدولة ما عاش نجم ما عاش نجم ما عاش نجم ما عاش نعطيها فلوس أصلا وثم مسلة أخرى نحن حتى نلقو ما يشيرها نحن نحكو تفويت في مؤسسات الدولة أنا نحب نقول للي تحت شغل والبرشة الشركانة والتوينسة والبعض الخبراء الاقتصاديين وغيرهم ينتي حتى كانت تحطهم للبيع ما تلقاش كون يشيرهم ونرويني المؤسسات هذه هذي مؤسسات كانت ومثمر وكل شي كون نجم ونبيعها لكن اليوم الحقيقة فقدت الكثير من قيمتها ونجم ونحن هنا هي الأوصول التونسية القوية اللي نجم نحطها على الطاولة ونجم ونبيعها هشبي هرول بشي شريها مشو بشي هز مطار المفيض يحطوا في واشنطن ولا بيجهز لأيروبورت ينس كارتاج يحطوا في باريز ولا في لندري لا العالم اليوم رأس ميل وطني وفام 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 ويستفن ويستفن يعني رأس ميل العديد المؤسسات الحقيقة اليوم العالم مع أن تحر الاقتصاد تنقل الرأس ميل الشركات الدولية العابرة القراطية التي تتحكم في الدول وتتحكم في الاقتصاديات مفهوم السيادة في حد ذاته في حاجة إلى مراجعة مفهوم الدولة الوطنية بالحدود التقليدية كلاسيكية في حاجة إلى مراجعة المفيد أنا حابة نقول هنا بيش ما نقعدوش مع نتها ندخل في مزايدات الخروج من الأزمة صحيح صندوق النقد والقارض انطياح مهم جدا وأعود لشكر للفريق المفاوض وأيضا صندوق النقد الدولي إدارة ولي متفهمة إلى حد الآن برغم الضغوطات السياسية من الخارجية لكن مش حل وحده أيضا هي حزمة من الحلول إي 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 لكن من نجموش لحقيقة برشة مؤسسات عند الدولة أنا مراش الدولة تقعد تبيع في الدخاني لحد الآن المونوبولة دائما حاشناش به الدولة تمشي تهتم بالخدمات بالقضايا الكبرى باللنفرس تكتوير بإهتعد المشاريع بإي إنجاز مسائلية كبيرة تعافي إحنا بش نخجو من الأزمة ذي في حاجة للجران بروجي ما نشن في حاجة إحنا مثلا أكرار واحد يحكي لي قال على تظهر لمريم إحنا بحديك حكينا على الهيئة هذه الشركات الأهلية قل تخي الشركات الأهلية محترامي للفكرة تنجم تكون الاقتصاد التضامن وندخلها في الاقتصاد التضامن ومريم وتكون فكرة مهمة أنا أنظر لها من جانب إيجابي لحقيقة مش من جانب شيطنة ورفض لكن توني سأليهم بش تخرج من أزمتها في حاجة للجران بروجي المشاريع الكبرى هذيك هي تجيب الاستثمارات هذيك هي تجيب بارشة خدامة وتحل مشكلة البطالة أما معناتها شركة صغيرة في تركينة من التراكب ما تفيد بارشة بش نختم معاك فيما يخص رئيسة الحكومة تطم أنو أنت تحدثت على الاتفاق اليوم إلا كان الأحزاب رافض الجلوس ورئيس الجمهورية رافض الجلوس مع الأحزاب يبقى الجلوس مع المنظمات الوطنية لتك وغيرهم وغيرهم الناس اللي هي ما بين رأس المال واللي دافع على الشغلين هذو من نجم ويقعدوا مع بعضها منظر ونختم معاك فقط منظر كانت محتوى خبر حزين وهو وفاة مفتي الجمهورية عثمين بطيق فكل تعزينا إلى عائلة البطيق وإن لله وإن إليه راجعون الله يرحم سمحت المفتي الله يرحم وتعزينا للشعب التونسي وخاصة لأهل وعائلته المقربين وأسرته الله يرحم ونعم وإن شاء الله يا ربي في الجنة أنا بش نرجع مريم ولكن كانت في ثلاثين ثانية بش نعطيه الأخبار لنا فيها اليوم الاتفاق بالنسبة لي هو الحل أنا بالنسبة لي البارح الجلسة ديك صحيح مثلا نجم وقول الخطاب عندي عليهم ملاحظات صحيح أنه ذكرنا وذكرت وإن سوأصبح تحاول محل تندر صحيح لكن يكثر خيرها كي قعدت وسمعت الناس خطوة إيجابية المرة الجاية نصلحوا الاتصال ونصلحوا الخطاب ونصلحوا المضمون أمل مفيد بالنسبة لها أن الناس تقعد وتسمع بعض والصورة هذه كانت مهمة أنا قتلك مهمة جدا وإذا أجاوز مش مشكلة الخطاب نتجاوز معنتها الأداء الاتصالي نتجاوز مش مشكلة أنا بالنسبة إذا تحبني نعطيها نوت مدام بودن البرح نعطيها ثمانية لعشرة تيجيت قعدت وسامعت واخذت كلمة وعطت كلمة بقى يكثر خير إن شاء الله هتلمرة الجاية يكون أفضل شكرا لك أنا في زمان مش تعطيني المعدل خطاب شنفوت بدقيقة بعض الأخبار